شارك سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة في أعمال المنتدى الإقليمي حول تسريع تحول النظم الغذائية في المنطقة العربية المنعقد في المملكة الأردنية الهاشمية واستعرض سعادة الوزير في الجلسة الحوارية الوزرية أبرز جهود مملكة البحرين في تسريع تحول النظم الغذائية عبر تأمين الأمن الغذائي كمنهج عمل وطني وصياغة خطة متكاملة من أجل ضمان تأمين الغذاء من خلال عدة مسارات كما أوضح جهود رفع نسب الانتاج الزراعي المحلي من خلال مجموعة من المبادرات والبرامج الوطنية علاوة على دعم السياسات الهادفة للتعزيز المستدام للأمن الغذائي وزيادة الرقعة الخضراء والسياسات والاستراتيجيات الهادفة لمواجهة التغير المناخي ومن أهمها الأهداف التي تم الإعلان عنها لغاية العام 2035 ترجمة نانسي قنقر